أين يوجد إبليس في الأرض؟ تعالوا نتعرف على ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة وعند أحمد عرش إبليس على البحر يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أفتنهم للناس قال شعيب الأنقوط إسناده قوي على شرط مسلم قال ابن كثير في البداية والنهاية وله عرش على وجه البحر وهو جالس عليه ويبعث سراياه يلقون بين الناس الشر والفتن ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد ما ترى قال أرى عرشا على الماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد وقدرك فعرف أن مدة مكاشفته التي كاشفة بها شيطانية مستمدة من إبليس الذي هو يشاهد عرشه على البحر ولهذا قال له اخسأ فلن تعد وقدرك أي لن تجاوز قيمتك الدنية الخسيسة الحقيرة والدليل على أن عرش إبليس على البحر ما رواه الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني معاذل التميمي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرش إبليس في البحر يبعث سراياه في كل يوم يفتنون للناس فأعظمهما عنده منزلة أعظمهم فتنة للناس وقال أحمد حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عرش إبليس على البحر يبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة وقال المبرك فوري في مرعاه المفاتيح شرح مشكات المصابيح قوله إن إبليس يضع عرشه أي سرير ملكه على الماء وفي رواية على البحر ومعناه أن مركزه البحر ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض فالصحيح حمله على ظاهره ويكون من جملة تمرضه وطريانه وضع عرشه على الماء يعني جعله الله تعالى قادرا عليه استدراجا ليغتر بأن له عرش ويغرى بعض للسالكين الجاهلين بأل الله إنه للرحمن ويؤيده قصة ابن سياد حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرع عرشا على الماء فقال له صلى الله عليه وسلم ترع عرش إبليس وقيل عبر عن استيلائه على إغوائه الخلق وتسلطه على إضوالهم بهذه العبارة كذا في المرقات